دكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي النهاردة قالت أن مصر تتلقى مليار دولار من المملكة العربية السعودية خلال أيام وقالت أن المبلغ بيتضمن 500 مليون دولار بتمثل الشريحة التانية من المنحة السعودية المخصصة لدعم الاقتصاد المصري بإجمالي 2.5 مليار دولار وال500 مليون دولار التانية تلت التمويل اللي هيوفره السندوق السعودي للتنمية في إطار برنامج تنمية سيناء البالقمته الإجمالية مليار ونصف المليار دولار إيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون عام 2016 عام الشباب ودعم مشروعاتهم وقعت وزيرة التعاون الدولية الدكتورة سحر نصر بروتوكولا مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية أفيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال قرد يقدر قيمته أب 40 مليون دولار أهدف المشروع مهم جداً اللي هي توفير فرص عمل للشباب وده يعني المبادرة بتاعت السيادة الرئيس الجمهورية اللي هي إحنا إعلان سنة 2016 سنة شباب وهو التركيز على المبادرة اللي هي مسندة المشاريع الصغيرة المتوسطة اللي لأنها لها توفر فرص عمل في الفترة القادمة هذه الاتفاق التي وقعناها اليوم لها أهمية خاصة لأنها تتعلق ببناء الطاقات البشرية وحفظ الجمهور أو عامة الشعب على الحقيقة القيام بمبادرة شخصية بدلاً من الاعتماد على غيرهم صندوق التنمية الاجتماعي كان له دور كبير أيضاً في دعم مشروعات الشباب والفئات الأكثر احتياجاً وجعلهم طاقات بناءة تدعم الاقتصاد المصري لا سيما أنه يوفر الآلاف من فرص العمل النهاردة الاتفاق بتاعتنا 40 مليون دولار 40 مليون دولار 30 مليون دولار منهم في قطاع المشروعات الصغيرة و10 مليون دولار في قطاع المشروعات متناهد الصغر صندوق الأوبك للتنمية الدولية أنشئ عام 1976 بهدف القضاء على مشكلة التخلف الإنمائي وحصلت مصر على إجمال مساهمات بنحو 588 مليون دولار في تمويل المشروعات التنموية منذ بداية التعاون مع الصندوق جهود حتيثة من الحكومة لدعم الشباب والفئات المهمشة والأكثر احتياجاً في الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبناء طاقات جديدة من الشباب تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري محمد رياض الحاليوم